اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عواد من اكتر من خمس سنين اتعرفت على ما يسمى بالمناطق الزرقاء ودي مناطق حوالين العالم الناس هناك اطول اعمارا احسن صحة واكثر سعادة واهتمت جدا اعرف اش معنى في المناطق دي بالذات الناس بتعيش اطول لدرجة ان في عندهم مئات من الاشخاص اللي عدوا مئة سنة وصحتهم بتكون احسن ونفسيا بيكونوا اسعد ومرتحين ونفس الاسئلة اللي رودتني رودت العلماء وبقى فيه دراسات كتيرة قوي 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 متخصصة في ان هم يدرسوا العوامل اللي خلت المئويين دول يعيشوا الحياة الطويلة دي وما يعيشوهاش بشكل انهم عيانين او تعبنين او صحتهم لغبطة او تعساء بالعكس صحتهم بتكون كويسة جدا جدا فيديو من الفيديوهات التسجيلية اللي انا شفتها الدكتورة كانت بتكشف على رجل عنده ستين سنة وقالت ان قلبه يعادل او يكافئ صحة قلبه تعادل وتكافئ رجل عنده اربعين سنة انا فكرة كان في معرض من المعارض ودخلت في بوث من الناس اللي عارضين وعملوا لي شوية اختبارات وسألوني شوية اسئلة فانا ساعتها كنت في اوائل الاربعين وقالولي ان صحتي بتعادل سيدة عندها خمسة وخمسين سنة لكن دول العكس صحيتهم بتعادل ناس اصغر منهم اقولكم ايه هي المناطق دي جزيرة ساردينيا ويكاريا في اليونان ونيكويا في كوستاريكا ولوما ليندا في كاليفورنيا واوكيناوا في اليابان ووجدوا ان في الجزر دي وفي المناطق دي الناس بتعيش اكتر من المتوسط العام في العالم كله بعشرات السنين قعدوا سنين طويلة يعملوا تحليل وطبعا تحليل في الجينات ويشوفوا يمكن هل في تركيبة معينة في الجينات بتاعتهم والكلام ده كله ووجدوا ان الموضوع كله في اللايفستايل اللي هم عايشينه في نمط الحياة اللي هم عايشينه وحددوا الاسباب الاساسية تسع اسباب رئيسية هي اللي بتخلي الناس في المناطق دي يعيشوا حياة طويلة بصحة وبسعادة العامل الاولاني هو الحركة وهنا قالوا الناس في المناطق دي مش بتمارس الرياضة اصلا ما بيروحوش جم مش بيقعدوا يعملوا التمارين والكارديو والويتس والحاجات دي خالص ولكن بيتحركوا بشكل طبيعي المناطق دي اغلبها جزر واغلبها على ارتفاعات وعبارة عن تلال فالناس كل يوم في حياتها العادية بتمشي ما يعادل ساعتين ماشي في اليوم لمجرد انهم يروحوا يقضوا طلباتهم ويروحوا يزوروا قريبهم او يتجمعوا مع بعض اليوم العادي بتاعهم فيه ماشي كتير وطلوها مرتفعات زي ما احنا بنتلع السلم وكل الحركة دي بتبقى ناتشرال بشكل طبيعي لاهي تمارين ولاهي اكسرسايزز متجهزة ولا بلاند ولا متخططة عشان تتحرك عضلة معينة من العضلات او الكلام ده خالص المشي الكتير اللي هم بيمشوا بيعمل حاجة مهمة جدا جدا انه بيقوي عضلة القلب وهو ده اللي خلى السبب اللي خلى الدكتورة تشوف ان الراجل صحة قلبه اللي هو الراجل اللي كان عنده 60 سنة صحة قلبه تعادل راجل عنده 40 سنة السبب الثاني اللي من اسباب ان الناس في المناطق دي الخمس مناطق دي اللي بتسمى المناطق الزرقاء اطول اعمارا واسعد واحسن وصحتهم احسن هو ان ليهم هدف في الحياة ليهم purpose كل واحد فيهم بيصحى من النوم الصبح عنده هدف معين بيعمله بيعتني بالجنينة بتاعته بيعتني بأسرته بيعتني بشغله حتى في اعمارهم الكبيرة اللي هي فوق المئة سنة ولكن كل واحد فيهم بيصحى من النوم الصبح محدد لنفسه اهداف عايش لسبب ما السبب الثالث هو انهم بيعرفوا يتخلصوا من الاجهاد العصبي والتوتر الابحاث اللي انا قرأتها والمقالات اللي انا قرأتها بتؤكد ان هم عندهم ضغوط ان حياتهم مش حياة ليباك يعني حياة ما عندهمش اي مشاكل بالعكس اغلب الاماكن دي كمان بيعانوا منها بالفقر يعني مستواهم المالي مش عالي قوي ولكن بيقدروا انهم يلاقوا متنفس للاجهاد العصبي اللي بيحسوا به وده بقى مزيج ما بين الميديتيشن والتواصل الاجتماعي والاوقات خلال اليوم اللي بيخططوها للراحة يعني مثلا في منطقة من المناطق بيسموها الحابي اور بيحددوا كده وقته يروح يتجمعوا فيه مع بعض طبعا يشراجوا خمور وحاجات زي كده لكن هو ده الداون تايم بتاعهم الوقت اللي بيرتاحوا فيه كمان ما عندهم شي مشكلة في انهم يعودوا يفكروا في مشاكل الحياة على طول على طول على طول على طول والكلام مع الاخرين بيخليهم يطلعوا مشاكلهم وكمان الاوقات اللي بيكونوا فيها مع بعض بيركزوا قوي انهم يتحكوا فحتى الفيديوهات لطيفة جدا الناس كلهم مبتسين وضاحكين وقاعدين تحس انهم فعلا فعلا بيقضوا وقت لطيف مع بعض السبب الرابع هو سبب متعلق بالاكل كمية الاكل اللي بيكلوها والابحاث اللي اتعملت في المناطق دي وجدت ان هم بيطبقوا مبدأ سموه الـ 80% rule او قاعدة الثمانين في المية وهو انهم عمرهم ما بيكلوا لغاية ما يشعروا بالشبع التام وده يمكن فكرني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نأكل حتى نجوه وان اكلنا لا نشبع انا فكرة اول مرة اسمع الحديث ده من بابايا دحكت دحكت قوي لاني فهمته غلط خالص فبابا قال لي لا ده هو يقصد نحن قوم لا نأكل حتى نجوه يعني ما بنكلش الا اذا حسينا بالجوع ما بنكلش اعمال على بطال لازم نحس بالجوع علشان ناكل وان اكلنا لا نشبع يعني لما ناكل ما نملاش بطننا لغاية الشبع وده يؤكده احاديث تانية اللي هي ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وكت انا سألت جوزي الطبيب وسألت وقلت له هي معدة البني ادم قدقيه فقال لي معدة الرجل البالغ 900 مليلتر يعني تقريبا لتر يعني ازازة المية اللي هي ساعتها لتر احنا المعدة بتاعتنا لما تتملي لغاية الاخر بتبقى لتر ولكن في بقى مشكلة ان معدتنا بتتمدد جدار المعدة بيتمدد وده اللي بيسمح لنا ان احنا ناكل كتير 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 ويمكن تجربة عملها ابني انه كان بيوزن نفسه قبل الاكل وبعد الاكل وفرق الوزن ده كان فعلا هو مقدار الاكل اللي هو بياكله او الشرب اللي هو بيشربه وللأسف ناس كتيرة فقدت احساسها بالجوع ان احنا حتى زماني يعني انا لما كنت يعني بقرأ في كتب قديمة يقولك لا تدخل طعام على طعام يعني ما تبقاش لسه معدتك مليانة فيها شوية اكل وتروح تديها اكل تاني لازم تستنى لما المعدة تهدم كل الاكل ووجدوا ان الاكل اللي فيه بروتين بياخد وقت اطول في الامتصاص وفي الهضم من 4 الى 6 ساعات يعني احنا مفروض ان احنا ما ناكل شي الا كل 8 ساعات تقريبا اللي هي الثلاث واجبات في اليوم او حتى كمان واجبتين ودلوقتي بيتكلموا على الصيام المتقطع ان يجي فيه وقت في النهار يعني بشكل متعمد ما بناكلش ليه علشان لا ندخل طعام على طعام طيب الحاجات دي موجودة عندنا ومبادئ موجودة عندنا طب ليه كده بنسرف في الاكل وبناكل كميات كبيرة قوي شفتوا ادي السبب الرابع من اسباب طول عمر الناس دول وصحتهم الكويسة وساعدتهم انهم ما بيأكلوش لغاية ما يشبعوه السبب الخامس برضو سبب متعلق بالاكل وهو ان 80% من الوجبات بتاعتهم بتحتوي على خضار من ضمن الحاجات انهم بيأكلوا اللحمة اللحوم بمعدل اربع الى خمس مرات في الشهر يعني تقريبا مرة في الاسبوع وكمية اللحمة الحمراء اللي بيأكلوها بتكون حاجة سوى يارا كده قد ورقة الكوتشينا فكمية اللحمة وتكرار اكل اللحمة قليل خالص بالنسبة لهم طب ايه بقى مصادر البروتين الاساسي بالنسبة لهم طبعا البقوليات والخضروات الغنية بالبروتين والسمك والفراخ والبيت اعتمدهم على اللحوم الحمراء قليل لان ما عندهمش عادة استيراد فبيعتمدوا على الانتاج المحلي اللي عادة بيكون قليل وده سبب رئيسي من اسباب صحتهم وطول عمرهم السبب السادس هو انهم بيشربوا النبيت الاحمر وطبعا يعني احنا في ثقافتنا الخمور حرام فانا قعدت ادور ايه فوايد النبيت الاحمر لقيت ان النبيت الاحمر فيه مضادات للاكسدة فالسبب الاساسي مش الكحول السبب الاساسي في صحتهم هو مضادات الاكسدة اللي موجودة في هذا السائل طيب ايه الحاجات التانية اللي فيها مضادات للاكسدة لقيت ان اغلب الفواكه خاصة اللي فيها لون احمر او لون نبيتي فمن ضمن الاطعمة اللي فيها مضادات للاكسدة التوت مثلا بكل أنواع التوت الباري بلو باري رازبري سروبري كمان البصل والتوم بس برضو قليل وفي أنواع من الأعشاب وده يمكن هما بيعملون هما دايما بيشربوا شاي الأعشاب مش الشاي العادي بتاعنا وما بيجيبوا الأعشاب زي الروزميري وزي المريمية والحاجات اللي بتطلع على الجبال وبيغلوها وبيشربوها كتير قوي وده من فوائده أن فيها مضادات للأجسادة كتير قوي السبب السابع أن عندهم حياة اجتماعية غنية ويمكن من ضمن الحاجات أن عندهم أن جميع الأجيال عايشين مع بعض وعايشين مع بعض في تناغم يعني ما فيش أن الأولاد لوحدهم والجد والجدة لوحدهم الأسرة يونة واحدة الجيران يونة واحدة وبيتجمعوا وبيتقابلوا حتى الناس الكبيرة في السن بتنزل تروح تقعد على الأهاوي الصبح مثلا يتجمعوا مع بعض عشان يتكلموا ويحكوا الستات بيعودوا مع بعض يتكلموا ويحكوا وده منعكس على رضاهم وصفاهم النفسي ويمكن ده يدخلنا على النقطة اللي بعدها أن هم عائليا مرتبطين جدا جدا ببعض وأن دايما أولوية علاقتهم بتيجي في العائلة ودايما بيحاولوا أنهم يحلوا الخلافات العائلية بحيث أن ما يبقاش فيه خلافات عائلية ولا مشاحنات ويبقوا عايشين حياة اجتماعية قوية جدا السبب التاسع والأخير هو حياتهم الروحانية أغلبهم بيتبعوا ديانة ويركزوا قوي على الجانب الروحاني طبعا الديانات في المناطق دي مختلفة فالأساس هنا مش الديانة قدمه الجانب الروحاني المتعلق بالتدين أو بالديانة وده بيحسسهم بالانتماء كمان بيحسسهم أن فيه قوة عظيمة أكبر منهم ودايما بيبقوا متشوقين لحياتهم بعد الموت ما بيبقاش عندهم كآبة ما بيبقاش عندهم إحساس بالضيق الكلام ده كله فالعناصر دي كلها لقيت أن احنا في ثقافتنا فيها كل العناصر دي فيها الجانب الروحاني فيها الاستداقة فيها أهمية الأسرة حتى الأكل الأكل حتى إحنا في مجتمعاتنا الشرق أوسطية خاصة اللي حوالين بحر بيسموه النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط اللي هو مرتبط أكتر بالسمك مرتبط أكتر بالخضروات بزيت الزيتون بكل الحاجات المفيدة طيب ليه بقى الناس اللي في المناطق دي سهل عليهم يطبقوا معايير المعيشة دي وإحنا صعبة علينا لقوا إن الأساس هو أو إنعزال المناطق دي عن طبعا يعني إحنا حنقول الركب الحضاري ولكن قليل جدا جدا عندهم محلات الفاست فود قليل جدا جدا عندهم المطاعم أصلا بشكل عام لأن أغلب الناس بتطبخ في البيت وبتطبخ الأكلات زي ما تعلموها من جيل لجيل 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 الحياة الاجتماعية بتاعتهم مهمة جدا جدا وهم اللي بيحاولوا يسروا ويحسنوا حياتهم الاجتماعية يوم بعد يوم علشان كده ما تلاقيش عندهم حد مكتئب ولا حد مصاب بالاكتئاب ولا الكلام ده رغم ضغوط الحياة السبب التاني برضو كمان إن الطبيعة الجغرافية للأماكن دي بتخليهم يعتمدوا على المشي وعلى العجل أكتر بكتير جدا من العربيات والسيارات ومش عايشين حياة خاملة قدام التلفزيونات فما بيتحركوش لا ده بيتحركو إن في المتوسط كل شخص فيهم بيتحرك أو بيمشي في حدود ساعتين يوميا عشان يجيب طلباته ويتزاور ويعمل الكلام ده كله حركة ونوعية الأكل والحياة اللي هم عايشينها اللي هي فيها فيها بيربوس فيها فيه هدف فيه غاية أسمى لحياتهم كل واحد فيهم بيصحى من النوم الصبح عنده هدف عندي هدف إن أنا أشوف الجنينة بتاعتي عندي هدف إن أنا أشوف الحيوانات بتاعتي عندي هدف إن أنا أشوف صحابي عندي هدف إن أنا أتكلم مع أحفادي عندي هدف إن أنا أعمل حاجة الحاجات دي لو قدرنا إن إحنا نطبقها في حياتنا أعتقد إنها هتفدنا كتير جدا جدا يمكن ما نعيش ان انا نوصل ل100 سنة ولكن على الاقل جودة حياتنا هتتحسن كتير جدا جدا ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بموضوع النهاردة الجزر الشباب الدائم الموضوع مثير جدا جدا والمقالات عنه اللطيفة خالص والانترفيوهات مع الناس دول حلوة قوي وانا استمتعتوا انا يعني ببحث في هذا الموضوع لو عجبكم الفيديو ياريت تعملولوا لايك وعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس عشان كلنا صحتنا تتحسن وياريت لو لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة علشان يجيكم كل جديد انا بعمله ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة